اشرف الخلق وبطلانه على الطواف لانه كان قد تكلم عن النسيان عن قطع الطواف قبل ذلك وبين الاحكام التي تتعلق بقطع الطواف اثناء ما قبل الاربعة اشواط او ما بعد الاربعة اشواط وكان انه ما قبل الاربعة اشواط هو بيفسد الطواف عليه ان يعيده اما اذا كان ما بعد الاربعة اشواط فلا يفسد الطواف هنا المكلف الحاج او المكلف تذكر أنه بدأ في السعي بين الصفة والمروى وتذكر أثناء السعي بدون لحظ أنه بأي شوط من أشواط السعي هو في أحد أشواط السعي تذكر أنه لم يتم الطواف فعند ذلك هل يصح سعيه أم لا يصح وما هو الذي يفعله هنا يقول حكمه تابع لصحة الطواف وعدم صحته إذا صح الطواف بحسب البحث الذي مر معنا سابقا فيمكن أن يصح السعي أيضا من حيث أنه يعود فيكمل الطواف بالطريقة الصحيحة وما بعد الطواف من صلاة الطواف ثم يأتي ويكمل السعي أما إذا لا كان طوافه باطل فأيضا سعيه باطل وعند ذلك عليه أن يذهب ويأتي بالطواف وصلاة الطواف ثم يأتي بالسعي من أول الأشواط هذا مختصر المطلب يقول ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحة السعي وبطلان السعي على الطواف يعني على صحة الطواف أو بطلان الطواف يعني على الطواف معنى أنه إذا كان الطواف صحيحا فيمكن أن نبني على أن السعي صحيح وإذا كان باطلا فلا فعلى هذا الأساس بحسب من رمعنا يكون فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع أربع أشواط استأنفهما استأنف ماذا؟ استأنف الطواف والسعي ليش؟ لأن الطواف باطل وإن كان بعده يعني في الخامس أو السادس أو السابع بنى عليهما يعني بنى على أن الطواف صحيح فيكمله ثم أن ما أتى به من السعي الصحيح فيكمله أيضا وهنا لا يؤثر في أي موضع كان من السعي لأجل ذلك قال وإن لم يتجاوز نصف السعي ليش؟ لأن الدليل مطلق الرواية مطلقة الرواية لم تذكر وقتا دون وقت الرواية التي أفادت ما حددت في أي شوط من السعي هو فقال فالرواية تقول إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل طاف بالكعبة ثم خرج يعني خرج من المطاف فطاف بين الصفة والمروة ما قال كم شوط قال طاف بين الصفة والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه ترك من طوافه بالبيت ترك شيئا من الطواف عندما طاف بالبيت طاف بين الصفة والمروة نعم فبينما هو يطوف بين الصفة والمروة يعني يسعى بين الصفة والمروة ذكر أنه ترك من طوافه بالبيت قال يرجع قال عليه السلام يعني يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروى فيتم ما بقي منه فهذا مطلق لأجل ذلك قال وإن لم يتجاوز نصف السعي نحن نتكلم الآن بما يتعلق بالطواف السعي فبعد ذلك هل يبطل قبل الأربعة ولا يبطل ذلك شاء آخر في هذه الصورة إذا كان سبب قطع الطواف السعي هو تذكره أنه نسي شيئا من الطواف لا يبطل السعي أما في حالات أخرى خذك حكمه يأتي عندما نبحث عن السعي في هذه الحالة ننتكلم هذا باب 63 باب الطواف حديث 3 فإنه تابع في هذه الحالة للطواف في البناء البناء على الصحة في حال صحة الطواف والاستئناف يعني الإعادة في حال بطلان الطواف ولو شك في العدد أي عدد الأشواط بالنسبة للطواف خلصنا من السعي الآن شك في العدد بعده يعني بعد أن انتهى من الطواف الصورة الأولى ذكر كان في علم تذكر أنه نسي أنه ترك هنا لا شك في عدد أنه هل أتى بالعدد هل أتى بسبعة أشواط أو لم يأتي بسبعة أشواط أي بعد فراغه بعده أي بعد فراغه من الطواف لم يلتفت لم يلتفت لم يلتفت لقاعدة الفراغ انتهى وبعد لم يلتفت مطلقا يعني سواء كان شكه أنه زاد أو نقص لأنه قد يشك بأنه فعل شك في العدد يعني شك أنه أتى هل أتى بستة أو سبعة أو خمسة أو سبعة أو لا شك أنه هل أتى بسبعة أو ثمانية أو تسعة لا يؤثر مطلقا من هذه الناحية قاعدة الفراغ اللي في عليه عدة أدلة يعني روائية منها الباقر عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فقضه كما هو عفوا فمضه كما هو يعني تبني عليه ولا داعي إعادته هذا باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 يعني هو ليس خاصا في الطواف هذا يفيدنا قاعدة الفراغ وفي الأثناء هذا إذا كان بعده أما في أثناء وهو يطوف شك في العدد يقول وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال هنا شك في الأثناء إما أن يكون قد شك في أنه أقل من سبعة أم لا أو أنه شك أنه أكثر من سبعة أم لا سبعة يعني إذا شك أنه أقل من سبعة يبني على البطلان بطلان شو؟ بطلان الطواف لأن الشك في النقيصة الأدلة تقول أنه مبطل لأنه و وعلى هذا الأساس في كل حالات الشك في النقيصة يبطل فإن عندنا رواية صحيحة الحلبي عن صادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة لا عفوا هذه هي عن رواية عن الزيادة بالنسبة للنقيصة وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة فيها روايات كثيرة تراجع في باب 23 من أبواب الطواف حديث 1 و 8 و 7 كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا إذا شك كونه تاما بالنتيجة هو شك بالنقيصة ليس كذلك؟ نعم إذا شك أنه تام هو شك بالنقيصة حتى الآن هو بالسابع وشك أنه هو هذا السابع معناه شك بالنقيصة فترجع نفس النتيجة أو في عدد الأشواط مع تحقق عدم الإكمال هنا هو متأكد من أنه لم يكمل أما إذا كان متأكد أنه أكمل فليس لا يكون شك في النقيص لأنه تأكد أنه لا يحتمل النقيصة هنا إذا كان قد تأكد أنه أكمل ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السابع متى؟ يقول لك أنه أكمل السابع قطعا حتى يستطيع أن يشك في الزيادة على السابع أما إذا هو شك في الزيادة أو النقيصة فما معناه أنه شك في النقيصة يعني أنه شك أنا بالسادس الآن أنا في شوط هذا الشوط هو السادس أم السابع أم الثامن هذا معناه أنه شك في النقيصة أيضا فيدخل بالبطلان ليش؟ لأنه هو الآن الذي سيفعله الخطوة التي سيخطوها الآن هذه ماذا؟ هل هي زيادة؟ إذا قد تكون زيادة عمدية فتبطل وقد تكون نقيصة من نتيجة هو احتمال أن يكون السادس فإذا هو يشك أنه في النقيصة فتبطل على كل حال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السابع إذا تحقق إكمال السابع إن كان على الركن هذه نقطة مهمة أيضا إن كان على الركن يعني وصل إلى الحجر الأسود الركن الذي عليه الحجر الأسود المقصود ليش؟ لو كان قبله بطل أيضا مطلقا كالنقصان لتردده بين محذورين الإكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقيصة كيف؟ يقول إذا كان هو الآن في وسط الشوط وشك في الزيادة أنه أنا هذا الشوط هو الشوط السابع أم الشوط الثامن حال هو حال النقصان بسير ليش؟ لأنه إذا كان هو السابع لا يعلم الآن هل هو يكمل أم لا يكمل إذا كان الثامن لا يجوز له أن يزيد خطوة ليش؟ لأن هذه الخطوة زيادة عمدية تبطل زيادة العمدية قلنا أنه تبطل المثلة تبطل إذا أتم شوطا فيكمل طوافا كاملا بعد ذلك أما إذا كان قبل الزيادة العمدية على الشوط السابع تبطل حتى لو خطوة واحد طيب إذا كان لربما كان بعضه بالسابع لا يستطيع أن يتركه أليس كذلك؟ لأنه ربما يكون بعضه بالسابع هو شاكك أنه قبل الانتهاء منه فإذا كان بعضه بالسابع يعني يجب عليه أن يكمل فلا يستطيع تردد بين محظورين بين الإكمال وهذا يستلزم احتمال الزيادة المبطلة أو عدم الإكمال وهذا يستلزم نخص السابع إذا كان هو في السابع فيبطل على كل حالة ولو كان قبل الروكن بطل أيضا مطلقان بغض النظر أنه تحقق أنه في السابع أو ليس في السابع يعني تحقق أنه وصل إلى السابع أم لم يصل إلى السابع مطلقا من هذه النهاية كان نقصان حاله حال نقصان لماذا؟ لتردده بين محظورين الإكمال المحتمل للزيادة عمدان والقطع المحتمل للنقيصة فعلى كل حالين يبطل وإنما اقتصر عليه يعني المصنف الشهيد الأول ما ذكر هذه الحالة بدون القيد بدون القيد الإكمال يعني ليس لرجعه إلى شك في النقصان فلا هدى عن إله قال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السابع ما قيد أنه إذا كان واصل إلى الركن مو الشكل؟ شهيد الأول ما قال إذا كان على الركن ليش؟ لأنه المفروض أنت كمكلف تعرف أنه إذا لم تكن على الركن فحالك حال الشك في النقيصة وانتهت القضية أما إذا كان على الركن فعندنا رواية تدل على ذلك وهي صحيحة الحالة بيعني صادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري أسبعة طافة أم ثمانية؟ فقال أما السبعة فقد استيقن نتيجة خلصها فهي من اليقين وإنما وقع وهمه على الثامن إذن السبعة ما فيها وهم الشك هو بالثامن والأصل عدمه مو وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلي ركعتين يعني بيترك الطواف ويصلي ركعتين يبني على الصح باب 35 الطواف الحديث الأول وأما هذا بالنسبة للواجب وأما نفل الطواف الطواف المستحب فيبني فيه على الأقل مطلقا سواء شك في الزيادة أم النقصان ليش؟ لأن الأخبار تدل على ذلك وتجدونها في باب 33 وثلاثين من أبواب الطواف حديث سبعة واربعة واثناش وسواء بلغ الركن أم لا هذا هو الأفضل يعني أنه ماذا يبني على الزيادة هو الأفضل أما أن يبني على الزيادة هو الأفضل وهو مخير ولو بنى على الأكثر حيث لا يستنزم الزيادة جازة أيضا كالصلاة فهو مخير إلا إذا كان بنائه على الزيادة يستلزم البطلان يستلزم الخلل ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جازة أيضا كالصلاة يعني يجوز أن يبني على الأقال ويجوز أن يبني على الأكثر وسننه يعني سنن الطواف الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون إذا كان جاي من جهة بئر ميمون فيختسل ببئر ميمون بماء بئر ميمون بالأبطح مكان معين هناك في مكة أو بئر فخ وفخ بتعرفوه وقبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفخ نالها صلواتي الفخ الذي استشهد فيها المهم أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة أو غيرهما يعني رواية تذكر الثلاثة وتشير إلى الغير يقول في صحيح معاوية إذا انتهيت معاوية عن صادق عليه السلام معاوية بن عمار إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون شو صار في عنا اختصال لدخول الحرم واختصال لطواف فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة يعني في من مكة أو من منزلك من مكة يعني داخل مكة أو منزلك حيث تكون من مكة لا من منزلك من مكة معناه حيث أنت من مكة باب 2 مقدمات الطواف حديث 2 وفي صحيح ذريح الحديث الأول يفيد مسألة الغير عندما قال أو غيرهما تفيد المنزل أما الغيرية فتفاد نستفيدها من صحيح ذريح حديث الأول ويستحب من مستحبات الدخول والطواف هو مدخل أذخر صحيح معاوية إذا دخلت الحرم فاخذ من الأذخر وفمضغه باب ثلاثة مقدمات الطواف تفسر هذه القضية حتى يكون عندما يطوف يتكون ريح فمه حسن الأذخر الأذخر نعم نوع من النبات نعم ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين للتأسي تأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وردت روايات أنه دخل من تلك من ذلك المكان من عقبة المدنيين وهذا في المسائل وسائل الحديث الأول باب 14 من أبواب مقدمات الطواف سواء في ذلك المدني وغيره ليش لأنه عندما نقول عقبة المدنيين فقد يتصور الشخص أنه فقط الذي آتي من جهة المدينة يعني المدني فقط بينما فأكد أنه لا الشخص الذي يأتي من جهة أخرى أيضا فليذهب إلى ناحية العقبة المدنيين ويدخل للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون حافيا ونعله بيده ويكون يعني يحمل نعل بيده ويكون بسكينة والسكينة هو الاعتدال في الحركة أن يكون منتظم في حركته ومتوازن موسريع ويقمز ويتلفت وما إلى هنالك ووقار وهو الطمأنين في النفس يكون متوجه ومرتاح وهو طمأنين فيها حالتين حالة الطمأنينة في النفس وحالة أحضار البال والخشوع كم الوقت؟ في عندنا مجال بعد والدخول من باب بني شيبة هذا باب بني شيبة يقول ليطأ هبل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه عندما أسقط الأصنام يقال أن هبل دفنه هناك وضعه هناك وعند باب بني شيبة وهنا أصلا هو هبل باب بني شيبة عند باب بني شيبة الصخر الذي صنع منه هبل أخذ من هناك أيضا فإذا وضع هبل هناك بالنتيجة كل الناس الذين يمرون سيمرون على هبل سيدوسون على هبل يعني فأصبحت سنة هذه القضية فليطأ هبل وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته بإزاء باب السلام عند الأساطين يعني الآن قد لا يكون واضح المعالم لأنه تغيرت معالم الحرم وتوسع هذا في زمنهم يقول الآن وهو الآن داخل المسجد بسبب توسعته سابقا كان خارج المسجد باب من أبواب المسجد يعني هو خارج المسجد يدخل منه يعني هو بطرف المسجد كان الآن ليس بطرف المسجد داخل المسجد لأنه توسع الحرم بإزاء باب السلام عند الأساطين لست يعني نحن الآن لا نستطيع أن نعرفه بدقة فعلينا ماذا أن ندخل من جهة باب السلام لعلنا يعني نمر عليه بعد الدعاء بالمأثور عند الباب وفي أدعية مختلفة في هذا المجال مأثور حسب ما يعلق هنا يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام على إبراهيم وخير الله ويستمر الدعاء طويل في الوسائل باب ثمانية من أبواب مقدمات الطواف بعد الدعاء بالمأثور عند الباب والوقوف عند الحجر الأسود بعد الدخول يعني يعني قبل الطواف يقف عند الحجر الأسود ويدعو أيضا فيه أي في حالة الوقوف مستقبلا رافع عن يديه وفي حالة الطواف بالمنقول وهي رواية كثيرة موجودة في الباب 23 و 26 من أبواب الطواف ويستحب قراءة القادر وذكر الله تعالى والسكينة في المشي يعني أثناء الطواف وفي حالات الطواف منقول في حالات الطواف لأنه بدأ الآن في حالات الطواف كان ما سبق كان قبل الطواف وفي حالات الطواف عندما قال ما قبل الطواف ويستحب دعاء بالمأثور عند الحجر الأسود وفي حالات الطواف يدعو أيضا بالمأثور فكلامنا صار أثناء الطواف فأثناء الطواف يقرأ سورة القدر ويذكر الله سبحانه وتعالى ويمشي بسكينة نعم قرآن عندكم بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور الاقتصاد فيه يعني أن يكون يمشي بهدوء ولا يسرع طبعا هنا في المشهور باعتبار أنه في قول غير مشهور أنه لا يختصد فيه يعني يفرق كما سيقول الآن قول الشيخ الاقتصاد معناه من أوله إلى آخره قال مطلقا يعني من أوله من أول الطواف إلى آخر الطواف يمشي بهدوء يمشي به ولا يمشي بسرعة يختصد فيه بينما القول الثاني هو ما يقوله الشيخ ماذا يفعل؟ يقول الرمل بفتح الميم وهو الإسرع في المشي مع تقارب الخطة كله لا يقول الإسرع في المشي مع تقارب الخطة دون الوثوب والعدو فقط يمشي بسرعة هذا يسمى رمل غير أنه الركض وغير ماذا؟ الهرولة يعني أقل من الهرولة الرمل يكون أقل من الهرولة بأي مقدار يقول في ثلاثا يعني في الأشواط الثلاثة الأولى وهي الأولى والمشي العادي الذي تكلمنا عنه يعني الاقتصاد في المشي أربعا صاروا سبعة فإذن الرمل ثلاثا والمشي أربعا بقية الطواف على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة يعني هذا أول ما يدخل إلى مكة الطواف الذي يطوفه أول ما يدخل يعني الطواف الذي يكون للعمرة أو أول طواف من طواف الحج إذا كان حج حج إفراد أو قران وإنما أطلقه يعني ما قال خصوص طواف القدوم رأي الشهيد أصلا طواف القدوم وغير طواف القدوم يكون كذلك الشيخ لماذا أطلقه قال وإنما أطلقه لأن كلامه الآن فيه في طواف القدوم فلم يحتج إلى أن يذكر أن هذا في طواف القدوم وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح يعني الرمل والمشي الرمل ثلاثا والمشي أربعا إذا كنا نقول به يعني كما بالنسبة للشيخ يعني بالنسبة للرجل الصحيح دون المرأة والخنفة والعليل يعني الرجل العليل بشرط أن لا يؤذي غيره أيضا ولا يتأذى به هو فلأنه في كثير من الأحيان إذا الإنسان مشى سريعا في الطواف سيؤذي غيره تلقائيا أو هو قد يتأذى لأنه سيضرب بغيره يعني يتأذى هو ويؤذي غيره بنفس الوقت فإذا تحققت الشروط لا عند ذلك يستحبه له ذلك أن قلنا به ولو كان راكبا حرك دابته يعني خلاها تأسرع أكثر ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما أي الركن العراقي وركن اليماني عندما يقول الركنين اليمانيين يعني مو مقصود أنه في عنا ركنين هما يمانيين ولكن كما كثير من الأشياء نقول القمرين أو الشمسين نيرين بالنتيجة هنا ركنين يمانيين مقصود أن ركن اليماني وركن العراقي أو غيرهما من ناحية الرمل أو عدم الرمل أو التفريق من السرعة وغير السرعة ولو تركه في الأشواط أو في بعض الأشواط لم يقضه لماذا؟ لأنه أصلا مواجب وقد فات محله يعني المقدار هذا الرمل محله في الثلاثة الأولى ليس في الأربع الأخير فإذا تركه في الشوط الثاني مثلا مش عادي في الشوط الثاني لا يستطيع أن يأتي به في الشوط الرابع أو الخامس مثلا لأنه محله انتهى فلا يقضى هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الط spreadsheet وخارط الأول through سور محله سورも خارط الأول يحدث يحدث أستطيع أن ي وأعقاب